اشتركوا في القناة حلقة جديدة من برنامجكم أمور حياتنا برنامج نتناول فيه كيف حال الإنسان مع إخوانه ومع أصدقائه ومع من يعاشرهم كيف يتألفهم وكيف يطفئ عداوتهم وكيف يكون هذا الإخاء وما هو سع بقاء هذا الإخاء هذا ما نتناوله معا فاصل ثم نعود لكم بعد قليل حياكم الله مرة أخرى قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كانوا يقولون الخير كل الخير والشرف كل الشرف في التغافل التغافل عن ماذا؟ التغافل عن زلات الإخوان الإنسان إذا عاشر أخاه وعاشر ابنه وعاشر عائلته وعاشر أسرته يكون له في هذه الحياة معهم شيء من النزغات لا بد أن يقعوا في شيء يؤذيك لا بد أن لا يوفوك حقك لا بد أن يضيعوا شيئا من حقوقك أو أن يأكلوا شيئا مما هو لك هذا حال الإنسان مع إخوانه وأصحابه وأهله لكن هناك أناس لا ينبغي لك أن تخسرهم ومن خسر إخوانه وأشقاءه وأصدقاءه لأجل شيء لا يؤبه به كان ذلك هو الخسران المبين إذن ما هو علاج ذلك؟ خاصة أن بعضهم قد ينظر لك نظرة معينة يقول كلمة معينة يبدي عن شيء مما هو في الصدر مما لا ينبغي أن يقال دواء ذلك كله هو في التغافل لماذا؟ لأن حفظ المودة هو أس المال وأساسه فهذا التغافل هو الحافظ وليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي الذي يظهر التغابي وهو ليس في غبي لكن أحيانا بعض الناس أن أظهرت التغابي ظنوا أنك غبي لكن هذا فائدة من فوائد التغابي والكريم يعذر فيما يظن به لأنه يريد أن يحرص على الأمر الأكبر الذي هو حفظ المودة طيب الإنسان لابد له مع أعدائه في هذه الدنيا أن يتألفهم هل يتألف الإنسان أعدائه؟ الأعداء أولئك لماذا يلتفت إليهم؟ يلتفت إليهم لماذا؟ لأن العدو صادق في عداوته وليس كل صديق صادق في مودته أحيانا يكون حولك الأصدقاء وحولك الأحباب وحولك الإخوان لكن إن جاءت الحقيقة وأحتجتهم لم تجد أحدا يقف معك ولا يؤزك ولا يكون بجوائك لكن العدو الذي معك عدوك في الرخاء اعلم أنه في الشدة هو أعداء أعدائك لأن هذا بابه وهذا أساسه وهذا طيبه هذا هو العدو وهذه هي العداوة أعاذنا الله وإياكم من شأنها فلابد له أن يتألف أولئك الأعداء لعله أن يطفئ هذا الغضب وهذه البغضاء التي فيهم ويعطفهم على المحبة إن فاز بمحبتهم ذلك هو الفوز المبين لكن إطفاؤها أن تبقى عداوة متوسطة خيرا من أن تكون عداوة كاملة لماذا؟ لأن هذا هو من البر الذي يؤمر به الإنسان وهذا يختلف بحسب اختلاف الأحوال فإن سمات أهل الفضل وأهل الكمال وأهل السؤدد وأهل المكانة في الناس أنهم لا أحد يعدم من أعداء فأنت سيكون لك أعداء لكن لا تمكن الأعداء من مبررات عداوتهم وأطفئ هذه العداوة بما استطعتها ولا تفقد الحاسد لأنك في هذه المكانة وإن مكنك الله من مناصب أو غيرها سيكون لك حسدة أولئك الحساد إياك أن تعطيهم المبررات حتى يكونوا أعداء حاول أن تطفئ هذه الحسد بشيء مما تفذله من الإحسان وهذا كله يعود إلى وفور النعمة وإلى تكثير الأعداء والحسدة لأن الإنسان كلما زادت نعمه كلما كثر الحاقدون عليه كلما جاءك رزق أكثر كلما كثر المبغضون لك وهذا حال هذه الدنيا يقول البحتري ولن تستبين الدهر موقع نعمة إذا أنت لم تدلل عليها بحاسده يقول متى تعرف أنك في نعمة إن كثر حسادك إذا رأيت الحساد حولك كثر فاعلم أنك بنعمة والنعمة تحتاج إلى حفظ لها لكن إن عدمت الحساد فاعلم أنك لم ينعم عليك وليس أنت صاحب نعم في هذا البهد طيب إذا أغفل الإنسان تألف الأعداء مع أن عنده شيء من النعم وهناك حسدة ملتفون حوله هذا سيتوالى عليه مكر كل أحد فسيتمكن الأعداء من مكرهم حتى يتمكن من ولابد أن يكون محتاطا من سفهائهم الذين سيتجراءون عليه لأن أعداءك ليسوا كلهم في سفاهة من الأعداء من هو صاحب عقل وصاحب حلم فهذا ستجده يمكر بك حتى يصل إلى أهدافه ومنهم السفيه الذي هو أوضحهم عداوة الذي إن عداك جاءك جاءك وأقبل عليك وأخرج ما في جوفه هذا هو السفيه في عداوته وإياك ثم إياك من الحليم في عداوته الذي يظهر لك اللين وهو يريد أن يتمكن منك فهذا إن تمكن فقد أحاط بعنوقك حتى أنك لا تستطيع أن تتفلت منه بعد ذلك يضوى في الحديث رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس لأن التودد إلى الناس يطفئ كل عداوة فإطفاء العداوات هو كل خير كانوا يقولون مما يروى عن سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وتسليم أنه يقول لا تستكثر أن يكون لك ألف صديق فالألف قليل ولا تستقل أن يكون لك عدو واحد فالواحد كثير لماذا؟ لأن السر أن هذا صادق في عداوته أما الأصدقاء نعم قد يكون كثير منهم صادق في مودته لكن إن جاءت الحقيقة قل من حولك وعدمتهم يقول ابن رومي تكثر من الإخوان ما استعت إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهوروا وليس كثيرا ألف خل وصاحب وإن عدوا واحدا لكثير وكان يقال لعبد الملك بن موان ما الذي أفدت في ملكك هذا؟ يعني ما الذي استفدته؟ قال موداتي الرجال لأن الناس يتوددون إلى أصحاب المكان وكان يقول أحد الحكماء من علامات الإقبال إصطناع الرجال أي أنك إذا اتخذت الرجال وعرفت أن تستخدم هذا وتقبل على هذا وتتحرك إلى هذا وتستطيع أن تتخذ عنده شيء فأعلم أن الزمان قد أقبل عليك يقول بعض البلغاء من استصلح عدوه زاد في عدده ومن استفسد صديقه نقص من عدده وهذا الذي يخسر صديقه هو الضال المبين لأن الصديق أعرف بمكامنك من عدوك فإن انقلب صديقك إلى عدو فذلك هو الخسران المبين يقول بعضهم العجب ممن يطرح عاقلا كافيا لما يضمنه من عداوته ويصطنع عاجزا جاهلا بما يظهره من محبته وهو يقدر على استصلاح من يعاديه بحسن صنائعه وأياده الاستصلاح هو رأس المال يقول الشاعر بلوت الناس قرنا بعد قرن فلم أرى غير ختال وقال وذقت مرارة الأشياء جمعا فما طعم أمر من السؤال ولم أرى في الخطوب أشد هولا وأصعب من معادات رجال أصعب ما يكون على الإنسان إن عاداه رجال فإنه يفنى ويبحث عن معين وناصر ولا تساعة من دم الحديث ذو شجون ونستكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة إلى لقاء آخر والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم موسيقى 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 شكرا